اخر حاجة عشان نطلع لفاصل ونستقبل ضفن العزيز اللي هقولكو علي دلوقتي حالا كلاما قبل كده عن التعليم الخاص وما يدور بالتعليم الخاص وفي الادارة المركزية وسؤالنا ان كنا بالفعل جدين في ان نقدم لهذا الوطن تعليما قلنا مرارا التطوير الكل يريده ولا يجادل ولا يعني يختلف عليه اثنين ولكن التطهير قبل التطوير التخلية قبل التحليم وقلنا هنا في هذا البرنامج ونشدنا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان مشروع التطوير لو كان منزلا قد لا ينجح بسبب ما يدور في كواليس الوزارة انت نفسك دكتور طارق اتكلمت عن كواليس الوزارة وانا نهاردة دكتور طارق طالع اقولك مستندات في التعليم الخاص ينفع ناس تزور في ليحة مدرسة وليحة مالية ينفع ناس تزور في الممثل القانوني المدرسة ينفع انا هقول لحضرتك دكتور طارق منطوق وانا عارف ان ممكن ده ما يكونش جال حضرتك ولا تعرض عليك لسه او لو تعرض ممكن يكون عدة في الزحمة وانا مقدر طبعا مسؤوليتك انا بيدي الان امر تنفيذي رقم 727 لسنة 2019 بتاريخ 7-5-2019 وبيخاطب مدير عام الموارد البشرية بعد الاطلاع على قانون 81-2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى كتاب الادارة العامة لشؤون القانونية رقم 10-99-2-5-19 في القضية رقم 4-3-2 كذا لسنة كذا والمتضمنة موافقة السادة الدكتور بمجازات القاتي اسمائهم وذكر اسماء منهم احمد السيد وهند السيد وبسانت محمد مجازاة خمس ايام لكل واحد طبعا دي الجزاء ده مش صغير ده جزاء برضو كبير ليه؟ بص حضرتك لأنهم وبتاريخ 29-18 وبوصفهم السابق بالدائرة وبدائرة عملهم المشار اليها خرجوا على مقتدر وجب الوظيفي وقاتوا مسلاكا لا يتطفق مع الاحترام والواجب للوظيفة وذلك كما هو موضح بالأوراق يعني ينفع ينفع عندي قرار زي ده وبجزة زي ده ومن شعر خمسة 2019 و2019 بتقولنا باي باي واحنا بنستقبل 2020 في خلال أيام قليلة وينفع كده انا بحيل الامر الدكتور طارق شاوي كده انتهى مقدمة حلقتنا النهاردة